اشتركوا في القناة من جانبه بيّن التحالف الوطني السوري المعارض شروطه لحضور مؤتمر جونيف الثاني ويقول رئيس التحالف طلبنا أن يسبق أي عملية تفاوض مزمعة توفير ضمانات ورعاية عربية وإسلامية وخصوصا من السعودية وتركيا وقطر والإمارات والأردن في الأثناء أعلنت منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بدأ عملية تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ما جعل وزير الخارجي الأمريكي جون كيري يثني على نظام دمشق بالقول أنه ممتن للامتثال السوري